اهلا بكم اعزائي المتابعين الفيديو ده موجه للاطباء حديث التخرج والمهتمين بعلاج السكر من النوع التاني هندردش مع بعض شوية ونشوف ايه هي اهم الادوية اللي بنديها لمريض السكر من النوع التاني سكر من النوع التاني يعني غالبا عيان كبير اكتر من 25 سنة واللي في الغالب بنبدأ معاه باقراس زي ما هنقول بعد شوية تابعونا طبعا في البداية انت بتكون اتأكدت من التشخيص وعدت التحليل اكتر من مرة عشان عارفين ان ده مرض مزمن وهياخد علاجته لعمره فلازم نكون متأكدين من التشخيص بعد كده بتزبط للعيان ده نظام الاكل بتاعه ونظام الحركة في حياته وانه يزود الحركة ويزود التمارين الرياضية شوية وكمان اهلته نفسيا انه يتقبل مرض السكر وحاولت تمنعه من المشاكل النفسية كمان في الفيديو ده احنا هنتكلم عن الادوية فقط طبعا احنا لو جينا نتكلم عن ادوية السكر من النوع التاني بالتفصيل هنحتاج فيديو مثلا حوالي 10 ساعات لكن احنا هنتكلم بشكل سريع شوية وهنقول المختصر وخلاص مريض السكر من النوع التاني ممكن ابدأ معه اقراس وممكن ينتهي به الحال ان نديله انسولين تقريبا كل مرض السكر من النوع التاني في مرحلة ما بيحتاجه الانسولين لكن في البداية بيكون اقراس ايه هي المجموعات او اشهر الادوية اللي بنيديها لمريض السكر من النوع التاني اول مجموعة طبعا البايجوانايتس اللي هي الميتفورمن اللي هي السيدوفاج مشهور جدا طبعا سيدوفاج جولوكوفاج الحاجات دي طبعا مشهورة جدا بتركيزاته بقى الـ 500 و 850 والالف طبعا ده علاج كويس جدا يعتبر علاج سحري بنسميه انسولين سنسيتيزر يعني هو ده مش بيحفز البنكرياس انه يطلق انسولين لا ده هو بيخلي الجسم يستفيد من الانسولين اللي موجود فعلا في جسمه مريض السكر من النوع التاني ممكن يكون عنده انسولين لكن المقاومة للانسولين هي اللي زيادة فده دور الميتفورمن او السيدوفاج او الجولوكوفاج انه هو يخلي الجسم يستفيد كويس بهذا الانسولين عشان كده هو غالبا ما بيعملش هايبو جليسيميا ما بيعملش انخفاض في السكر شديد ولا حاجة بيزبط نسبة الدهون في اجسامنا بيقلل الوزن سعره رخيص مزاياه كتير جدا وعشان كده ده تقريبا العلاج الاول لأي مريض سكر او حتى مضاف لأي علاج تاني مريض السكر بياخده مشكلته بس ان اعراضه الجانبية بالنسبة للجهاز الهضمي زيادة شوية ممكن يعمل انتفاخ ممكن يعمل غسيان ممكن يعمل قيء بس كده لكن مزاياه كتير جدا 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 المتفورمن ده او المجموعة دي ما باستخدمهاش لو في عندي رينال فاليور مشكلة في الكلة يعني وظائف الكلة تعبانة او مثلا عيان عنده ام اي جلطة في القلب او سيبتسيميا تسمم الدم او واحد عنده متابوليك اسيدوزيز حامضية في الدم لأي سبب ان كان او اي مشكلة كبيرة في الجسم تقريبا ساعتها ما بنستخدمش المتفورمن المتفورمن ده لو استخدمناه بنستخدمه ارس بعد الاكل وبنزود الجرعة تدريجيا لحد ما نوصل الى ارس بعد الفطار مثلا وبعد العشاء اللي هو تركيز الف يعني اقصى تركيز مسموح به للإكستندد ريليز الاقراس ممتدة المفعول اللي هو الف مرتين في اليوم المجموعة التانية بقى اللي هي السلفوناليورية السلفوناليورية دي مجموعة مشهورة جدا برضو سعرها خيص وقوية جدا مشكلتها بس شوية ان فيها زيادة في الهايبو جليساميا بيحصل منها انخفاض سكر شوية لان هي قوية زي ما قلنا وهي دي تعتبر انسولين سكرتاجوج يعني الادوية دي بتروح على البنكرياس تخبط عليه كده تقول له طلع انسولين الجيل الاول من المجموعة دي اتسحب خلاص ما بقناش نتكلم عنه الجيل التاني هو اللي موجود زي الجلايبورايد اللي في مصر اسمه جليبنيكلامايد وزي الجليكلازايد اللي هو مثلا دايمايكرون سواء تلاتين او ستين وزي الجلايبورايد اللي هو زي الامريل والدولسيل اللي هو تركيز واحد واثنين وتلاتة واربعة وستة الجلايبورايد او الجليبنيكلامايد هو ده اكترهم في حدوث الهايبو جليساميا ده اشهر واحد فيهم يحصل معها شوية هيبو جليساميا اللي هو انخفاض السكر واحسنهم من وجهة نظر المتوضع الجلايبورايد الدواء الاولاني اللي هو الجلايبورايد اخر تركيز مسموح لنا فيه تقريبا 12 ميلي جرام في اليوم اما بالنسبة للجليكلازايد المسموح به 120 برضو ده ممتد المفعول اما بالنسبة للجلايبورايد فاخر حاجة مسمح لنا بيها 8 ميلي جرام في اليوم ومجموعة السلفوني اليورية دول ما باستخدمهمش في حالتين لو كان العيان عنده دي كي اي او غايبوة السكر المرتفع طبعا احنا اتكلمنا على طوارئ السكر انخفاض او ارتفاع تقدر تشوف الفيديوهات على القناة بتاعتنا او الحالة التانية لو طيب وان دايبيتس عيان السكر من النوع الاول لان من الاخر البنكرياز عنده خلاص ما بقاش فيه اي انسولين يفرز تاني خلايا بيتاسيل حصل فيها اكسوهوسشان فخلاص السلفوني اليورية هتجيب انسولين منين ما لهش دور المجموعة اللي بعد كده اللي هي مجليتينايدز اللي هي زي ريبجلينايد تركيز نص واحد اتنين ميلي جرام المجموعة دي شورت اكتنج يعني قصيرة المفعول بنستخدمها قبل كل وجبة العيان هياكل بياخد مش هياكل ما بياخدش دي برضو بتتفادى شوية الهايبو جليسيميا العيان بياخد لما يكون هياكل بس واقصى جرعة مسموح بيها هي 6 ميلي جرام يوميا طبعا المجموعة دي زي الريبجلينايد زي ما قلنا ممكن نستخدمه لوحده او ممكن نستخدمه مع الميتفورمن او ممكن نستخدمه مع السلفوني اليورية او ممكن نستخدمه مع المجموعة اللي جاية اللي هي ثايوزولودين دايونز المجموعة اللي بعد كده اللي هي ثايوزولودين دايونز دي مجموعة زي البيو جليتازون مثلا اللي هو بتركيز 15-30-45 المجموعة دي برضو تعتبر insulin sensitizer يعني مش بتطلع انسولين لا ده بتخلي الجسم يستفيد من الانسولين اللي موجود ممكن استخدمه الواحده في البداية لو السكر مرتفع بسيط او ممكن ازوده على السلفونيليورية او على الميتفورمن واقصى جرعة مسموح بيها هي 180 ميلي جرام يوميا مشكلة البيو جليتازون او المجموعة دي عموما ان لقوا ان هي بتزود احتباس السويل في الجسم وبالتالي بتزود فشل القلب للناس اللي عندها فشل في القلب فمن الاخر كده لقوا في شوية مشاكل مع المجموعة دي اللي هي TZDs بيسموها كده وفي كلام كتير بيكتر عليهم في الوقت ده وانا عن نفسي ببعد عنه في العلاج في مجموعتين عشان نعرفهم هنقول فكرة بسيطة كده الشخص الطبيعي اللي معندوش سكر لما بياكل والاكل ينزل بطنه الجهاز الهضمي بيتطلع هرمونات اسمها إنكريتن هرمونز الإنكريتن هرمونز دي دورها ان هي تروح للبنكرياس تقوله طلع إنسولين دراج الكل لكن الهرمونات دي فيه بروتينات تانية بتكسرها اسمها DDB4 فالعلماء استغلوا النقطة دي وقالوا احنا نعمل حاجة شبه الهرمونات دي تشتغل كده مع الأكل تروح تقول للبنكرياس طلع إنسولين فطلعوا حاجة اسمها GLP-1 agonist حاجة كده تشتغل زي الإنكريتن هرمون زي مثلا الإكزيناطايد وزي الليراجلوطايد المجموعة دي كويسة جدا 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 لكن مشكلتها إن هي غالية لسه في البداية وغالية جدا بصراحة وكمان بتتاخد عن طريق الحؤن فلسه الإقبال عليها مش جامد لكنها مجموعة فعالة جدا وكويسة جدا وكمان ما بيحصلش منها هايبو جليسيميا كتير الإكزيناطايد في منه نوع بيتاخد مرة واحدة يوميا أو مرتين يوميا اللي هو اسمو بايتا ودلوقتي في منه نوع بيتاخد مرة واحدة اسبوعيا اللي هو بايديرون والمجموعة دي ممكن استخدمها مع الميتفورمن عادي أو مع السلفوني اليورية عادي وكمان فيه أبحاث دلوقتي بتقول إن المجموعة دي بتنزل الوزن وكمان بتساعد في شفاء خلايا البنكرياس أو بتحسن وظيف البنكرياس من أعراضها الجانبية بس إن هي بتعمل ترجيع وغسيان وإسهال المجموعة التانية اللي العلماء استغلوها من نقطة الإنسان الطبيعي اللي قلنا عليها حاجة اسمها دي دي بي فور انهيبتور احنا قلنا دي دي بي فور بيكسر الإنكريتين هرمون فجابوا حاجة تكسر الدي دي بي فور فكده الإنكريتين هرمون الطبيعي يشتغل بشكل أكبر ومدة أطول المجموعتين دول اللي احنا تكلمنا عنهم دول مجموعتين جداد باستقبلهم واعد جدا أي نعم هم غاليين دلوقتي لكن مع الوقت بيرخصوا دي دي بي فور انهيبتورت زي الفيلداجليبتن زي الجالفاس أو الجالفاسميت لما يبقى معاه ميتفورمن تسيتاجليبتن زي الجانوفيا أو جانوميت والجانوميت برضه معه ميتفورمن وزي كمان الساكساجليبتن وغيرها المجموعة دي ممكن استخدمها لوحدها زي ما قلنا وفي البداية لعلاج مريض السكر من البداية او استخدمها مع السلفوناليورية او حتى مع المتفور المجموعة اللي بعد كده اسمها SGLT 2 Inhibitor Selective Sodium Glucose Transporter 2 Inhibitor دي فكرتها ايه الفكرة بتاعته ان الانسان الطبيعي ليه حاجة اسمها في الكلية الكلية بتاعتنا لما مستوى الجلوكوز زيعلة الى حد معين تبدأ تنزل الجلوكوز ده في اليورين في البول ففكرة الادوية دي ان هي تقلل هذا المستوى او هذا السريشود يعني تنزل كمية جلوكوز كبيرة في البول وبالتالي نقلل كميتها في الدم المجموعة دي زي حاجة اسمها كانا جليفلوزين اللي هي انفوكانا ودابا جليفلوزين المجموعة دي غالية لكن مستقبلها واعد ولسه برضو الشغل عليها كتير ممكن استخدمها لوحدها او مع الميتفورمن او حتى مع الانسلين او السيرفونايليورية لازم بس اخلي من وظيف الكلاب بتاعة العيان ده لو ال EGFR اقل من 60 فانا لازم اقل للجرعة شوية ولو اقل من 30 لازم اوقف العلاج ده فورا المجموعة الاخيرة لادوية السكر من النوع التاني هي الانسلين طبعا الانسلين غالية عن التعريف كلنا عارفين الانسلين لكن احنا هنقول ببساطة كده ان في منه انواع في حاجة اسمها قصير المدى او بيسموه regular insulin زي الاكت رابد مثلا في حاجة متوسطة المدى زي ال NPH وفي حاجة طويلة المدى زي الانسلينجلارجين اللي هو اللنتوس او اللي هو الليفيمير او اللي هو التيريسيبة وفي حاجة اسمها الابد اكتنج انسلين حاجة زي الانسلين اسبرت زي النوفو رابد مثلا وحاجة زي ليسبرو ودلوقتي في حاجة اسمها انسلين انهيلر اللي هي بخاخة انسلين يعني زي الافريزة طبعا ده لسه مش موجود عندنا طبعا ده كان كل نوع انسلين لوحده لكن فيه كمان ميكس فيه بنحط انسلين من نوع على انسلين من نوع اللي بيسموه pre-mixed insulin زي اشهرهم المكستارد مثلا 3070 اللي بيكون 30% منه قصير المدى و70% منه متوسط المدى وهنقول استخدام كل نوع بعد شوي بعد ما عرفنا اشهر المجموعات لعلاج السكر من النوع التاني هنتكلم ازاي نبدأ مع العيان ببساطة عيان جالك اتأكدت من التشخيص زي ما قلنا وزبطت نمط حياته وزبطت اكله هتبدأ معي ازاي اولا انت التارجد بتاعك او الهدف بتاعك في العيان ده ان السكر الصيب ميزيتش عن 140 الفاطر ميزيتش عن 180 السكر التراكمي ميزيتش عن 7 طبعا انا بقول الاشهر ورفلي في بعض العيانين مش لازم الريستريكت كنترول ده ممكن اسمح ان السكر يبقى عالي شوية زي الناس اللي بتاعته قليلة المتوقع حياته قليلة واحد لا قدر الله عنده سرطان ومعروف انه يعني مش هيعيش كتير فمش شرط اعمل ريستريكت كنترول للسكر واحد ما بيحسش اصلا بالهايبو جليسميا وممكن يموت من الهايبو جليسميا لا خليه هايبرجليسمك شوية خلي السكر عالي شوية ما بيحسش بنخفض السكر عيان عنده كو موربيديتس كبيرة عنده مشاكل في القلب ومشاكل في الكلى ومشاكل في الكبد واحد مثلا كبير في السن ومهمل وممكن يدخل في هايبو جليسميا من غير ما ياخد باله لا مش مهمة تايت كنترول ده حالات زي دي ممكن اسمح ان السكر مبقاش متزبط قوي للدرجة اللي احنا قلنا عليها دي لكن العيان الطبيعي اللي مفهوش المشاكل دي بنخليه تايت كنترول على الارقام اللي احنا قلنا عليها فالعيان جالك فلاقيت سكره مرفوع لكن بدرجة بسيطة فاحسن حاجة ان احنا هنبدأ مع علاج مونوثرابي مونوثرابي يعني نوع واحد بس من الاقراس اللي غالبا هيكون الميتفورمين زي ما قلنا اللي هو مثلا السيدوفاج او جلوكوفاج ممكن نبدأ مثلا بجرعة خمسمية بعد الفطار مثلا السيدوفاج او الميتفورمين بيتاخد بعد الاكل عشان الاعراض الجانبية اللي اتكلمنا عنها ممكن نزود الجرعة كل مثلا اسبوعين او تلاتة لحد ما نوصل الفين في اليوم اللي هي الف مثلا بعد الفطار والف بعد العشان طيب لو من الاساس العيان جاي لنا وسكره عالي بدرجة متوسطة نفرد مثلا هنقول من متين وخمسين مثلا لتلتمية في الحالة دي لو كان تخين يفضل ان انا ابدأ برضو بالسيدوفاج او الميتفورمين لو كان رفيع يفضل ان انا ابدأ بالسلفوني اليورية حاجة مثلا زي الامريل نفرد ان احنا نديله مثلا امريل اتنين او امريل تلاتة ارث قبل الفطار يوميا طيب لو من الاساس العيان جاي لنا وسكره عالي جدا لأ في الحالة دي انا ابدأ بالسلفوني اليورية كمونوثرابي علاج واحد بس او اقراس من نوع واحد بس يبقى في الحالة دي سلفوني اليورية زي ايه مثلا زي ما قلنا مثلا امريل والنفر التلاتة احنا بنبدأ للعيان بجرعات قليلة وبعدين بنزود تدريجيا ولازم ابقى دكتور فاهم وفاهم العيان بالهايبو جليسميا اعرفه اقوله لو حصلك ولاقيت نفسك روحك مسحوبة اعصابك مهزوزة باقيت نفسك عرقان حاسس بقلم ووجع وعايز تاكل او هنجر بين احساس الجوع الشديد لا في الحالة دي لو معاك جهاز سكر وتقدر تقيس بسرعة قيس عشان توصك ده وتقولي سكري كان سبعين سكري كان ستين سكري كان خمسين لو ما فيش جنبك جهاز سكر يبقى على طول تاكل حاجة مسكرة دايما تشيل في جيبك بنبوني او عصير او حاجة تاكلها مسكرة بسرعة وبعد كده تيجي تبلغني باللي حصل ده فورا لان احنا نخاف من انخفاض السكر الشديد اكتر من ارتفاع السكر طيب انت اديت العيان المونوثرابي اللي هو علاج من نوع واحد وزودت الجرعة على مدار شهرين مثلا والعيان ما زال سكر مرتفع ومش قادر تزبط معايا السكر في الحالة دي بننقل على المرحلة التانية اللي هي دولثرابي اللي هو ندي نوعية من الادوية يعني مثلا لو كان بادئ بمتفورمن نزود عليه سلفونيليورية لو انت بادئ بسلفونيليورية نزود عليه متفورمن ممكن نزود معايا مثلا بايو جليتازون ممكن نزود معايا دي دي بي فور انهيبتور يعني كمثال العيان بياخد مثلا اماريل للصبح اللي وصل فونيليورية تركيز ثلاثة مجابش نتيجة زودناه بأربعة بقى خمسة بقى ستة وصل للجرعة القصوى اللي هي تمانية في الحالة دي نزود متفورمن مثلا اللي هو السيدوفاج ونبدأ معايا مثلا ثمنمية وخمسين بعد الغداء طيب برضو مازال السكر مرتفع نخليه ثمنمية وخمسين مرة بعد الفطار ومرة بعد العشن وهكزا او مثلا نزود مع السلفوناي اليورية مع الاماريلي ده نزود DI db4 انهيبتور زي مثلا ايه؟ زي مثلا الجالفاس ندى مثلا مرتين في اليوم او مثلا جانو فيا مرتين في اليوم او مثلا ممكن نزود مع السلفوناي اليورية برضو البايو جليتازون بس انا بصراحة ما بحبوش الفكرة انه احنا بدل ما كنا بندى نوع واحد بنزود النوع الثانى عشان نقدر نتحكم في السكر المرحلة الثالثة اللي هي تريبل ثيرابي اللي احنا ندي فيها 3 أدوية لعلاج السكر هي بالبساطة عين بياخد نوعين وبرضو مش مستجيب في الحالة دي بنزود النوع الثالث زي مثلا برضو عين بياخد سلفونيليوريا مثلا دايمايكرون خد 30 فالسكر لسه عالي خد 60 فالسكر لسه عالي زودنا السيدوفاج جرعتين ولسه السكر عالي ممكن نزود معهم كمين البيو جليتازون او ازود مثلا ال DBB4 بجرعتهم بقى زي ما قلنا او ازود مثلا SGLT2 وهكذا او اديله مثلا بيزل انسولين زي اللنتوس مثلا اديله مرة بالليل مع الدويين اللي هو بياخدهم عادي وجرعة الانسولين بتاعت بالليل دي ازبطها ازاي على حسب تحليل السكر اللي هو صباحا اول ما يقوم منهم يحلل السكر وعلى اساسها اعرف جرعة البيزل انسولين دي او اللنتوس دي عايزة تزيد ولا لأ طيب العيان اديته 3 ادوية وبرضو مش مستجيل وديته دويين ومعاهم الانسولين البيزل اللي هو بيتاخد بالليل وبرضو العيان مش مستجيل في الحالة دي بنقل على الانسولين متعدد الشكات زي ما هنقول عيان السكر من النوع التاني زي ما قلنا غالبا في مرحلة ماء او بعد مدة طولة او قسرة لازم هيحتاج انسولين نظام الانسولين فيه زي ما قلنا بالنسبة لمصر النظام الاشهر اللي شغال عندنا اللي هو بري ميكسد انسولين ده انسولين جواه انسولين قصير المدى بنسبة 30% وانسولين متوسط المدى بنسبة 70% فمثلا يعني لو عيان وزنه ونفرد 100 كيلو فاحنا هنديله 5 من 10 يونت نص وحدة لكل كيلو جرام في اليوم يعني هتديله تقريبا 50 وحدة في اليوم ولو انت خالف من الهايبو جليسيميا قلل عن كده شوية وبعد كده نبقى نرفع بالتدريج فالعيان اللي وزنه 100 كيلو ده هتديله 50 وحدة بنقسمهم تلتين اللحادات دي قبل الفطار والتلت قبل العشان من انسولين مثلا زي الميكستار او زي النوفو ميكس فمثلا لو هياخد 50 وحدة او نقول خليهم هياخد 60 وحدة عشان نعرف نحسبها بس كويس لو هياخد 60 وحدة هيبقى 40 وحدة قبل الفطار و20 وحدة قبل العشان لو هياخد ميكستار يبقى يفضل ان ياخد الوحدات دي قبل الاكل بنص ساعة لان ده بطيء شوية على ما يشتغل بيكون فات نص ساعة لكن لو هياخد النوفو ميكس ده سريع فبيتخد قبل الاكل مباشرة او حتى اسناء الاكل وبعد كده على حسب تحاليل العيان بنزبط ممكن اخلي العيان ويحل السكر اول ما يقوم من النوم الصبح فده يحدد لي جرعة بالليل ممكن بعد الفطار بساعتين وقبل العشان مثلا فده يحدد لي جرعة قبل الفطار هل محتاجة تزيد او تقل وهكذا طبعا النظام ده اللي هو البريميكست انسولين ده اللي هو تويس ديلي ده مش كويس قوي لكن في ناس كتير زي عندنا في مصر ما تقدرش تتشك اربع شكات في اليوم وما عندهاش الوعي الكافي ان هي تعرف تقيس السكر كل شوية وتشكي نفسها كل شوية وتزهق من الشك وعشان كده النظام ده مطبق في اماكن كتير لكن النظام الاحسن في الانسولين هو مالتبول ديلي دوزينج او بيسموه بيزل بولس ريجم الفكرة فيه اننا بدي فيه انسولين بيزل اللي هو زي اللانتوس مثلا بديه قبل النوم وبياخد قبل كل وجبة انسولين سريع المفعول زي مثلا النوفو رابد او زي الاكترابد مثلا بنعمله ازاي النظام ده بقا هنفرض برضو ان عيان ميت كيلو هنقول ان هياخد خمسة من عشرة يونت لكل كيلو جرام نص وحدة لكل كيلو فهياخد خمسين وحدة هنديله المفروض من 40 لخمسين في المية يعني تقريبا نصهم بيزل بالليل انسولين لانتوس مثلا فالعيان ده هتديله 20 وحدة لانتوس قبل النوم يوميا يتفضل ل30 وحدة من الخمسين مثلا عندي في مصر هتديله حاجة زي الانسولين اسبرت زي النوفو رابد مثلا 8 قبل الفطار 14 قبل الغداء 8 قبل العشاء ليه؟ لان الغداء عندنا هي الوجبة الرئيسية فهي دي اللي هتاخد انسولين زيادة شوية وبعد كده كل ده هيتغير على حسب الاياسات فانا بقس للعيان ده في البداية بشكل متكرر اول ما يقوم من نوم ودي تحكم على جرعة اللانتوس اللي هي بتاعت بالليل قبل الغداء دي تحكم على جرعة قبل الفطار قبل العشاء دي تحكم على قبل الغداء بعد العشاء بساعتين ودي تحكم على جرعة قبل العشاء وعلى حسب الاياسات بزود الوحدات يعني انا لو جيت قبل الغداء اقس للعيان لقيت سكره عالي مع عدة طرية denen احنا قلنا عليه اللي هو 180 فجرعة قبل الفطار هي اللي محتاجة تزيب فانا ازود بالراحة طبعا هي ليها معادلات وبتاع بس عشان ما ندخلش فيها شارب لي زود وحدة او وحدتين لحد ما توصل للتارجت بتاعك يعني البيز البولوس في العيان ده 20 وحدة تلانتوس قبل النوم 8 وحدات نوفو رابط مثلا قبل الفطار 14 وحدة نوفو رابط قبل الغداء 8 وحدات نوفو رابط قبل العشاء ونزبط على حسب التحليل زي ما قلنا لو الفيديو عجبك وعايز نعمل ادوية الضغط زي ادوية السكر كده بالزبط سيب لنا الكلام ده في الكومنتات وفي النهاية احب اشكركم اشتركوا في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لكم